اشتركوا في القناة احنا عارفين انه رجال الاعمال والفنانين والمطربين بتبقى حياتهم صعبة جدا وبيبقوا عايزين طول الوقت حراسات خاصة وبودي جاردز وعلشان حماية حياتهم من الصعوبات اللي بيشوفوها في شغلوه فجبنا معينا النهاردة كابتن مجدي اللي بنوارنا في مساء السعادة هيعرفنا كل حاجة عن الموضوع ده بنوارنا يا كابتن اخبرك ايه قولي بقى كده بدأت ازاي في الشركة بتاعت الفي اي بي للحراسات الخاصة او انا يعني الفكرة كلها ان انا كنت خارجي نظوم معلومات بكرس نظوم معلومات خارجي نظوم معلومات فالفكرة كلها ان اي حد فينا بيتخرج في الفترة اللي احنا فيها دي بيبقى صعب يلاقي شغل فانا كنت بلعب مصارع حرار روماني وبعد كده دخلت معا كمال الاجسام فبقى جسم مؤهل وشكل مؤهل لانا اشتغل البودي جارد تمام ابتدت سنة 2012 في مجموعة قاعات في محافظة اسمالية كنت بشتغل تأمين القاعات الافراح وكده واحدة واحدة بدأت مسك كذا قاعة قاعة واثنين وثلاثة بدأ الموضوع يكبر معايا بدأ اسمي تعرف بعد كده قررت اللي ساعدني في الحوار القاعات ده في الاول شخص يعني عز على قلبي اسمه دودو حربي كان صاحب قاعة ربيا جاردن بعد كده هو ساعدني في الموضوع ده بعد كده بدأت بنا فتحت الشركة فيها ابي اسمالية ابتدنا فردين جاردين بعد كده بقنا ثلاثة بعد كده بقنا عدد كبير وصلنا دلوقتي الحمد لله وفضل الله بقنا 75 جارد عندنا استعداد نأمن اي حفلة في اي محافظة في اي مكان وعلى اي عدد هو مطلوب مننا ساعدني طبعا في الحوار للشركة دي متعهدين منهم اخوية كبير متعهد حفلات اسمه وليد القفاص تمام ساعدك ازاي بقى ساعدني ان هو اصلا بيمسك تنظيم وتجهيز حفلات هو اللي بيجهز الحفلة بيقعد مع السبونسر بيجهز له الحفلة ازا كانت stage light اضاءة الكلام ده كله فبتطلب منه تأمين فبدأ يعرض شركة في اي بي فبدأت حفلة اتنين تلاتة هتعرف بدأ اسم يكبر الحمد لله شغلنا بعد كده بقى اللي هو اللي يطلب مننا طب عرفني ايه انواع المجالات اللي شركة عندكم بتقدمها احنا عندنا مجال التأمين عندنا واسع بس احنا اخترنا كذا حاجة بقنا شغالين فيها تأمين الشخصي تأمين الشخصي ده بيبقى بعبارة عننا بشتغل مع رجال اعمال او سيدات اعمال او بأمين مثلا شخص معين مثلا عليه مثلا ضغوط عليه مثلا مطلوب منه مثلا هو مثلا خذفته مثلا هو بين الاموال بstones الكلام ده كله فبإحتاج مجال ايه التأمين او فنانين مثلا معرضين مثلا للجمهور مثلا بيدقهم في الدخول في الطلوة كلام ده كله فالكلام ده كله بيساعدني ان انا ايه يعني ايه بيوفر لي فرص عمل معهم ان انا اأمنهم ده تأمين الشخصي بالنسبة typically تأمين قاطع الافراح الحمد لله بفضل الله بقنا مسؤولين عن مجموعة كبيرة أو من قاعة الأفرح قاعة الأفرح بنوفر فيها جرد في ناس تستغرب جدا أنه أنا وقف في قاعة فرح جرد الجرد بقى ليه وظيفتين وليه بقى في قاعة أفرح فيه جرد أصلا فكرة كلها أنه أنا بقى عامل فرح بإنفتيشن بقى أنا ضوامن أنه الجرد اللي على الباب بيسأل إذا كان فيه إنفتيشن للفرح ولا يبقى أنا بضمن اللي داخلي جوهه قاعة تبع الفرح طبع الفرح بس أول لو ما فيش إنفتيشن فببدا أشتغل على اسم العريس أو اسم العروس طبعا لو فيه مطربين جوم في الفرح تمام بابدأ أوقف جرد جوه الفرح بيسهل المطرب دخوله وخرجه وبيسهله فرص أنه يغني في أمانه وهو مرتاح بقاش مستعجل لوايا فكرته لأن الناس بتبقى طبعا مبسوطة بالمطرب أو المطربة بقى عايزين صوروا معهم كلام ده فيه مطربين بقاش يعني ما بياخدوش راحيتهم هم ما بيغني فالفكرة كلها أنه أنا موفر له جرد فالفكرة كلها أنه بيسهل عليه أنه هو يقدر اللي هو عايزه طب قولي بقى إيه كابتن فيه حاجات كده بتحصل وراء الكواليس عايزين يعرفه حكي لنا مثلا موقف كده وراء الكواليس يعني مثلا أنا أقول لك حاليك حاجة فيه مثلا فيه مطربين أو مطربات هم مثلا بينزل مثلا من على الباكستيج تمام أو بيخش استيج أو بيطلع من على الباكستيج بيقى مثلا هو مش حابب بيقى هو مش حابب أصلا أن هو يتصور حابب أن هو يخلص حفلته ممكن يبقى عنده أردر تاني فده بيقى فيه تنصيق معاه أنه هو مثلا عايز يخش ويطلع بسرعة حابب يتصور مع المطربين فيه مطربة دون ذكر أسماء كنا قفين معها في حفلة فهي كانت مدينا أردر أن ممنوع إيه؟ ممنوع التصوير فاتفاجئنا أن حد من الفنز تطور ممنوع التصوير ممنوع التصوير على الستيج فهنا اتفاجئنا أن هي على الستيج فيه حد من الفنز تلعوه فهنا بدأنا أن نتحرك شغلنا اللي هو أن نمنعه أوه هو الفكرة كله أنا اللي باخده بس ببعيده على المكان اللي هي بتغني فيه طريقة ثالثة لنفبلطجة لا 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 حتة البلطجة برضو هرجبتنا الأمر مهم فكرة الشركة برضو كان أول فكرة لنا أن إحنا عايزين نغير نظرة المجتمع من فكرة البلطجة بيبص للجارد أن هو بلطجي لأ الجارد ده بيبقى هلبي لك مساعدة لك أنا باستخدمه في حفلة باستخدمه في فرح باستخدمه في فنز يعني دايماً الناس لما نسمع بوديجارد يبقى حد بقى عشان هيروح يضرب وهيروح يتبلطج دي كل صغيرة مشكلة أن هي هي المواصلة للناس وكده وحتة برضو أفلام السينما برضو بدأت توصل للناس كده في أفلام معينة دا 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 الناس لما بتشوف بوديجارد بتخاف منها مش بتفهم أن ده تأمين أو حراسة دا احنا بالخير ما هي دي المشكلة إحنا بدأنا برضو نغير الموضوع ده يعني حتى هو في الاستقبال في الاستقبال هتلاقي استقبال يعني غير الحراك متوقعه خالص استقبالك وانت داخل حفلة استقبالك وانت داخل الفرح استقبالك وانت مع رجل أعمال طريق تعاملك كله بيختلف بيختلف خلونا نعرض فيديو لكابتن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 قولي بقى كابتن ايه أصعب موقف قابلك في شغلك اه كان فيه حفلة مع حد سطار اه كانت في محفوز الزازي كان مطلوب مني أن أأمن الحفلة محمد حماي حبيبي دحية لمحمد حماي يا جماعة كان مطلوب مني أن أأمن الحفلة اندور الحفلة من الداخل لأنها كانت معمولة في استاد وكان فيه شركة تانية بتأمن بدون ذكر إسمها طبعا كانت بتأمن الحفلة من الخارج فمطلوب مني أن أنا كنت بأمن الحفلة من الداخل للستادج والجمهور من جوة لأنه كان كله قاد في مدرجات فإحنا مطلبناش حواجز حديد لأنه ما كنتش بتوقع لحد هينزل إيه أرضية الملعب إحنا معنا يا جماعة الصور على الهواء فأنا كنت بأأمن الحفلة كما طلب مني 50 جرد تأمين الحفلة من الداخل قبل ما النج بيطلع بنصف ساعة أو روبا ساعة بكتير قوي الموضوع يعني يعني لأنا عرفته إن هم اختلفوا مع السبونسر الشركة اللي كان بتأمن الحفلة من خارج اختلفوا مع السبونسر في السيارة أو كده ده اللي وصلني فبدأت أشوف إن البيبان بدأت تتفتح هيا الصور اللي موجودة دي بتاعة تأمين الفنانين صح الصور اللي ظهر على الشيشة دي صح كده آه تمام ده مع النجم أحمد شيبا كمل الموقف فبدأت عارفت إن البيبان تفتحت فبدأ ما كان 20 ألف فوق في المدرجات بدأت ألاقي جمهور كان ممنوع أصلا من الدخول لإن العدد كمل لإنها كانت الحفلة دخولها مجاني بدأت أشوف أرضية الملعب فالموضوع بقصاب علينا جدا بس الحمد لله الحمد لله أنا عندك جاردات ضربين يعني أصعب حاجة ممكن أي حد يتخالها بدأنا إحنا نشتغل إحنا حواجز الحديد بدأنا نمسك في جيم بعض ونمنع أي حد عن إيه طبعا هو فيه بوم عليكو يعني بقى طبعا أنا طلعت عدد هو فيه طبعا مع النجم محمد حمائي فيه جاردات خاصة معاه بيبقوا معاه في كل أوردر دون ساعدوه على الموقف ده؟ هم بيساعدوا بأهم حاجة عنده محمد حمائي النجم محمد حمائي بس حتة أنا بساعده هو وهو واقف أصلا بيقدي شغله لأنه طبعا العدد كبير حصل خسائر في الموقف ده؟ أروح لا الحمد لله ده كان فيه طبعا خبطات آه يعني حاجات خفيفة كلا أصبات آه الحمد لله آه الدنيا نسيطر على الموقف الموضوع بقى سهل والدنيا الحمد لله اليوم عد على خير طب قولي بقى أمين من المطربين اللي أنت كنت مسؤول عنهم في التأمين الحفلات بتاعتهم أسايمي كده أنا أتكلم عن الإستار آه أشتغلت مع نجم محمد حمائي حفلة نجم تامير عشور آه نجم محمد فائد وتامير عشور آه هاب توفيق آه أحمد سعد آه في الغسط الشعبي محمود الليسي بوسي أمينة حدى آه أشتغلت مع حكيم آه بالنسبة للمنهم مهرجانات والكلام ده كله آه أشتغلت مع تيم المدفعجية آه الدخلوية أوكا أرتيجا ما حبوهم قوي أخوتي حباية جدوها آه آه طبعا تحايل كل الناس اللي ذكروا أساميهم طيب قولي يا كابتن بيفرق التأمين في الصعوبات عليكم أنتو كشركة بأنه نجم ستار أولي جمهور كبير بين أنه نجم عايزي أو متوسط طبعا الحفلة بتختلف لأنه أول ما بيجي اللي سبونسر معي أول ما بيقول لي اسم النجم فأنا بقوله أنت عامل كم تيكت للحفلة يعني حاطت أصلا لمت كم هيحضر الحفلة بيبقى لها مدخل طبعا بوابات وإذا كانت الحفلة متقسمة تيكت في اي بي أو تيكت اي ريجلر عادي فببدأ نظم جوا دخول الحفلة إن فيه ناس بتخش على في اي بي وفيه ناس بتخش على الجدار طبعا ده لازم يوم متأمل وده متأمل بدأنا نعمل حاجة مختلف خالص إن أنا بدأت أوجد مكان في الحفلة للعائلات والكابلز فده طبعا بدأ يسهل علي شغلي إن أنا بيبقى الشباب منقسمين بعيدا عن العائلات والكابلز فده بيبدأ يسهل علي شغلي ما بيبقاش فيه طبعا تشجر مفيش أي مشاكل بتحصل وعندي طبعا بيبقى فيه تأمين الستج فبيبدأ العدد يزيد لو نجم عادي يعني عارف العدد ماسه هيجي ألف ألفين فبقوله مسلا عدد معي لو نجم أكتر فطبعا بزود العدد آه بزود العدد لأنه بيحتاج مني شغل أكتر لأن أنا قبل الحفلة ما بيبدأ بساعتين ثلاثة ببقى أنا مسؤولة عن تأمين المكان وبقى في المكان وهو ما فوش من قدم قالص لغاية آخر واحد بيطلب الحفلة طب قولي يا كابتن الشركة بتاعتكو فيها مجالات تانية غير موضوع التأمين ده والله إحنا لما ببتدينا كان الموضوع كله فكرة كلها إن إحنا شغالين عن تأمين الحفلات بس بدأ يجي عندي ناس متخصصة بدأ أنا نعمل حاجة اسمها إن أنا بقى عندي تيم تنظيم بنات أورجنيزر وتيم تنظيم مولاد بنات؟ في بنات شغالين معي؟ أورجنيزر منظمين والولاد منظمين أنا بشوف الناس بتشوف إمتى الأورجنيزر بشوفهم في قاعات الأفراح بيسهلوا إذا كان دخولوا بيسهلوا ترابيزاتوا في الحفلة مثلا بيوجهوا على المكان بتاعوا تمام؟ الحمد لله إبعا عندنا خمسين بنت دلوقتي وخمسين ولا بتنظيم دي صغير البنات اللي معنا على الشاشة؟ لا دي جارد دي جارد؟ إزاي بقى؟ بنت جارد إزاي؟ في الحفلات بدأ يطلب مني مشاكل بقى بتواجهة إن أنا في شغلي إن أنا مش عارف أفتش شونط السيدات اللي داخلها أو البنات اللي داخلها الحفلة أو لو حصل مشكلة لأن في ستات فعلا بيرفضوا ده بيرفضوا طبعا إن الراجل مثلا فات الشنطة طبعا بقى في حاجة شخصية صح أو لو حصل مشاجرة مثلا بين جوة يعني بنات مع بعضها بتبقى عايزة تعملات مع بنت ابتدت بوحدة كان اسمها هدير الموضوع جريب؟ الشغلانة دي جريب البنت؟ الموضوع صعب جدا هدير عشان هي أصلا بتتمرن ألعاب كتالية والكلام ده كله هو لازم يكون لها موصفات؟ إيه بقى موصفات البنت؟ موصفاتها إن هي عندها شخصية قوية تمام؟ وعندها إن هي بتعرف تتمارس ألعاب كتالية أو بتتمارس أي رياضة تسهل لها إن هي تعرف تتعامل شغلانة صعبة قوي كابتال لبنت شغلانة طبعا أنا فهم خطرة بس هيك هتحب الموضوع هي حب الموضوع ده بالحمد لله الحمد لله وصلنا برضو عشر بنات يعني هدير كانت أول واحدة هدير بتديته بها وبعدين في عشرة بدأ من الناس اللي ما تشوفهم موضوع بدأ الناس تقول لي لا حتى بحنا عايزين نشتغل معي الحمد لله بقى وصلنا العشر بنات بيادة في بنات في مصر جريئة هو ما شاء الله قاعدة بيزيد يعني الحمد لله طب قولي ايه موصفات الجرد الرجال عندك علشان تقبالهم في الشركة والله حتة الجرد الجرد بيتطيب مني اللي لازم يكون حسن المظهر لان حسن المظهر ده بيبقى لازم بقى شكله كويس تاني حاجة ان هو يبقى رياضي بيلعب رياضك كويسة طبعا لازم الطول طول عندي لازم بقى فوق 180 سنتي عشان هو الجرد أصلا بيبقى ليه هبة كده يعني دخلته وفي طريق كلامه لازم بقى ليه شكل كده معين تمام حتة تاني حاجة الحالة الجنائية طبعا ما ينفعش شغل عندي حد اللي مثلا فيش تشبيه بتاعه بطلو فيش تشبيه فعش بعنده اي حاجة غلط فيش تشبيه بتاعه لان ده بيرجع على ايه على اسم شركتي رابح حاجة ان هو لازم يكون يعني مستوى العلم كويس لان انا مثلا بيطلب مني جاردات بيتكلموا لغاية ساكن انجليزي فرنساوي لان انا مثلا بيطلب مني فيه مثلا يعني بتعمى جنسيات مختلفة مقارعة بقى مسؤولة عن فوق ايطالي مسؤولة عن فوق جاي من انجلترا مسؤولة عن اي لغة ايوه فده طبعا لهو مستوى العلم كويس بيسهل التعامل معهم هما وبيسهل الجست التعامل معهم ودي صورة للسيم البوديجارد طب طول منظمين طب قولي بقى سؤالنا الاخير كده ليك اتموحك في الفترة الجاية في الشركة بتاعتك والله انا ابتدت في محافظة اسمالية الحمد لله الحمد لله يعني ما فيش محافظة الا اما رحتها والحمد لله الحمد لله كانوا انطباع الناس عن شغلنا كويس جدا فانا حابب ان الموضوع اقبره اكتر واكتر وافتح فرع ان شاء الله في الكاهرة قريب بتوفيق اليك ان شاء الله يا جابتن وان شاء الله اتنورنا تاني في مساء السعادة ونقدر نستفيد منك اكتر بالمعلومات وانا اتشرفت لي يا محر اشتركوا في القناة